ممكن تكون ببنت دي يعني من اللي أنا عاريته من القصة ببنت دي ممكن تكون أغنى منهم شوية أو مستوى الاجتماعية أحسن شوية أو هي حلوة أكتر من السلفة التانية فعشان كده حطوها في المغاو ممكن أو ضعف فاحنا ملقناش في الورد عيب قالونا له بقى زي ما بيقولوا كده أحمر خدينه أنت مصحور لك أنت بقى وفيه ستات فعلا بتبقى أدام نكد يعني أدمك نكد أدمك شو لا ما فيش حاجة سنوها كده بس وفيه ناس عاد بتخش بيتك كده تقولي ده أدم وفقر بيبقى فيه سبب أصلا هقولك حاجة لو خدت الموضوع ده كمثال طيب ما هو فيه أسباب تخلي الدانية نكد مش فيه تدخل من الحمى والراجل والست أبوه طول الوقت ما هو ده كفيل جدا يخلي الدانية نكد بس فيه ناس عندهم خالا ندعو ليه بقى بتدور على أسباب غيبية زي اللي فيه سحر وفيه عمل ده تفكير خرافي انت عارف التفكير ده في العلم نفسه اسمه تفكير خرافي مصنف لا ما هو ده في العلم نفسه لأنه علم عمرو ما هيعترف أنه فيه حد هيقولك أكيد القواه العقلية مش سليمة لما يتحدد فيه أسباب بس فيه مناطق برضه بتحدد في الكلمة جامس جدا فيه حاجة اسم來 حد معمل فيه حاجة اسم來 عينه حق فيه حاجة اسم来 أن أحص نفسي العلم عمرو ما هيعترف بالكلام نعم ليه بس فيه سيا go بس فيه ثقافات كثيرة أوية ممكن أن تفتكري أنها ثقافات متقدمة، لكنها تعتقد في هذا الكلام عادي جداً. كثير، ليس شرط في الأرياف، لكن في حتة كثيرة قوي. دائماً يقول لك حتى مع احترامي لهم الغرب يصدر لنا أنه العلم والأفلام اللي هو بيعملوا أفلام الرعب تيدي بيعملوا مش عارف إيه اللي كان مهجور ومسكون وقال لهم إيه وعملوا. فأنا من كتر ما إحنا أنه شايفين الغرب ممكن يكون بيصدق هذا ممكن يكون هنا فعلاً جزء من ثقافتنا الحاجات دي. فلما يقولوا لها كده هم ممكن يكونوا فعلاً معتقدين كده من اليوم في المياه. أنا ما عنديش مشكلة يصدقوا أنه فيه سحر ويشوفوا يفك ستكداز دي فقارتنا كلين. بس مش فيه أسباب. يعني فيه تدخل من الأب والأم طول الوقت. أنت جبتي سجاجيد لم أم تجابت لك لنتمالكه. يعني إيه يضرب جزء عشان يسمع كلامه؟ يعني أب يضرب إيه ابنه يعني؟ أنا بيتهيلي إنه ضربها هي. ولا ضرب الزوء؟ لا أب يضرب ابنه لما هو كان بيدفع عنه. فدي أنا دي أنا دي أول حاجة استوقفتني في القصة. رحت وقفة كده؟ وقال لأنه هنا وقفة. مم. إنت حتى لو ضربته ابنك وينه يخده في الشرع يضربه في الأؤداء. هي شفت جزء بيتضرب عادي وهو إيه ده؟ بصي ما هو دي السيطرة. على فكرة كلمة السر موجودة في الحمى الأب مش الأم هنا الحمى الأب هو المسيطر هو اللي بيعنده سمات نرجسية بيخليه بطول الوقت بس هو النرجسي يا عيط يقوله متوصغرطونه قدام الناس بس مش عايزة أقول نرجسي بس هو سمات نرجسية بس سمات نرجسية يا عيط يبتز اللي قدامه عاطفيا طبعا آه نوضحية آه طبعا وفيه راجل كبير زيد عجوزي عيط ويخبط في الحيطة ولأه ويخبط في الحيطة ده شو ده شو يعني عرف اللي هو تحسي بإجزاجريشن اللي هو تهويل مرعب شو بيعمل شو ما هو ده دي شخصيات النرجسية اللي بتبقى ذاتها نمط نرجسي مش عايزة أقول نرجسي بس السلوكيات نرجسية أبتز اللي قدامي عاطفيا عشان يتخد فلو إزاي أبوكي يجابلك عشان أنت بجد تفتكر أنك عاملة مصيبة وأن أهلت تتغلطانين فتروحي بقى تهزاي أهلك وتم عيوم يعملوا ده تاني دي خطة دي دمان الست بقى الحمال ست ايه لأ هي قللت الحيلة بالنسبة للراجل على فتا لكن مش بتحب ابنها حب مراضي كل الأمهات بيحبوا لده لا ما تعمميش يا ده أغلب معقول في مصر يعني لو عندها منه اتنين وتلاتة ما بتحبهش قوي لكن لو هو حمادة واحد بحب حمادة لكن لو في تلاتة حمادة حمادة كبير حمادة منهم حمادة الأولاني طبعا ميبقى الأولاني قاعد ومعاشش كده عرفوا لو هو كده لكن حمادات التلاتات التانين بيترموا فده بتبقى حاجة حالة بس فلا أغلبية من أمهات بتبقى كده فهل أه طبعا بس هي ما بنش حبها المراضي اللي بناها قوي لكن الأب هو اللي واضح سيماته المراضية يعني الأب هو قالت الحيلة كلما تتزرقت أقول لك معمول لنا سحر أصل أنت اللي معمول لك سحر وإحنا مأزين بسببك كلما تتزرقت وقول كلام زيه ده بس مين اللي بيأزي إذاء صريح الأب الأب هو اللي عايز يتدخل عايز البيت يمشي على مزاجه وعايزها ما تحط الشميكة بس برضو هي كانت بتوقع لما تروح تقولها سلفتك مش عارف إيه وإنتي إيه لأ برضو كانت بتوقع يعني برضو الحامة كانت بتوقع ما بينها وما بيننا بس أنا يعني دي حاجات تعتبر بسيطة بالنسبة للأب بيعمله يعني الأب هو اللي مسيطر على البيت كله